تتمنى أم أسعد رؤية الشارع الذي يضم منزلها نظيفا فمنذ سنوات والنفايات تتراكم دون أن يكون هناك من يحملها بعيدا ما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض والكلاب السائبة أهالي الشارع الذي تقطنه أم أسعد ناشدوا الحكومة المحلية في البصرة بإيجاد الحلول للنفايات المنتشرة في أغلب مناطق المحافظة هاي الزبالة هاي يجبون هنا وذبوها يعني ماكوا واحد نحاتي دولة اللي يفترون الزبالة ما يغبلوه نحاتي ليش شوارع هاي حلو يكون واحد يرتاح من يطلع يشوف كل شي ماكوا يعني ما سويتهم شي ليش يا بعد قلب وكل شي يعني التعبانين موش لون ماكا يعني اثمرت مين من الزبالة من نري حمالتها من الدخان لات حركها وظال الله متكومة علينا ما نعرف الحل شنهي المنشتكي ما أدره والله المشتكى لله في البصرة اعتاد ما يعرف بالنباشة من الذين يبحثون عن العلب المعدنية في القمامة على حرق النفايات ما يسبب مشاكل صحية مختلفة بسبب استنشاق الأهالي للأبخرة السامة مديرية بيئة المنطقة الجنوبية أكدت إن عمليات الحرق لن تنتهي ما لم يتم إنشاء معمل لتدوير النفايات أسوة بدول العالم ما يطلق عليهم بالنباشة لأحرق النفايات رح تنبعث الغازات السامة تنبعث من احتراق المواد البلاستيكية والمواد الطبية الخطرة تسبب السرطان تسبب أمراض الربو تسبب أمراض الحساسية مختلف أمراض جلدية حكومة البصرة من جانبها أشارت إلى أن ملف النفايات تناقل ولمرات عدة بين القطاعين العام والخاصة ما سببت طرابا في تنفيذ مهام نقل النفايات من المدينة ملف التنظيف في البصرة مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى هي أنه كان على القطاع العام ثم تحول القطاع الخاص ثم تجزئ إلى جزء من بعض الشعب المركز المحافظة الآن جزء من عنده على القطاع العام وجزء الآخر على القطاع الخاص والمرحلة الرابعة الآن هي التي جاء نعيشها هي أنه رجع على القطاع العام وبالتالي يحتاج إلى جهد حقيقة استثنائي أنا شخصيا أميل إلى أنه يكون هذا الملف هو باتجاه القطاع الخاص ويصل عدد العاملين في قواطع بلدية البصرة لنحو ثلاثة آلاف عامل فيما تصل كمية النفايات التي يقوم بنقلها عمال نظافة من مركز محافظة البصرة لنحو ألف وثلاثمائة طن تراكم النفايات في الشوارع أزمة يعيشها الأهالي لكن الأسوأ منها هو رمي كميات كبيرة من هذه النفايات في جميع أنهر البصرة ما يزيد من نسب تلوث المحافظة ومياهها نجح العابد الحرة البصرة ترجمة نانسي قنقر